اشتركوا في القناة هذا هو الـ HTC U Play وهذا هو الـ HTC U Ultra والـ HTC U Ultra هو الهاتف الذي سنتحدث عنه في هذا الفيديو لأنه هو الهاتف القوي وأقدر أقول لكم أنه هو الـ Flagship الذي جاء خليفة HTC 10 لأنه حسب التصريحات الماضية لرئيس الشركة والناس الذين تعمل في الشركة أنه الشركة لستنطيع أي هاتف من الفئة العليا أو هواتف الـ Flagship أو خليفة بالأحرى لهاتف HTC 10 بحيث قررت انه تلغي السلسلة الماضية وتبدي بسلسلة جديدة من الهواتف لكن في البداية خلوني اتكلم عن التصميم واللي فعليا ما بي اي ابتكار او شي جديد من شركة HTC ولو لاحظت وركزت في بداية الفيديو في هذه الصورة واللي قلت عنها انها لل HTC U Ultra هي في الحقيقة مو صحيحة هذه صورة للسامسونج جالكسي S6 Edge والصورة هذه هي فعلا للهاتف ال U Ultra لكن لاحظت التشابه الحقيقي ماكو اي اشياء جديدة قاعدة تسويها HTC لكن بالحقيقة اكو شي جديد صحيح بالتليفون انهم شالوا منفذ السماعات الـ 3.5 ملي متر واللي بدت الشركات تستغني عنا في 2017 مثل ما ذكرنا في فيديوهات ماضية لكن بغض النظر عن تصميم الهاتف من HTC اللي بدينا نشوف رتابة في موضوع التصاميم بالنسبة لل HTC الهاتف يملك كاميرا زينة وبطارية قوية اضافة الى معالج جديد كل هذه الاشياء رح نستعرضها لكم في هذا الفيديو بداية مع الشاشة الهاتف يملك شاشة ثانوية موجودة على شكل مستطيل اعلى الهاتف نفس ما موجودة في هواتف الـ LG من خلالها تقدر تضيف اختصارات وتعمل مهام سريعة اما شاشة الهاتف الرئيسية فيها بحجم 5.7 انش وبدقة Quad HD من نوع Super LCD وبمعدل 513 بيكسل في الانش والشاشة في نسخة الـ 64 جيجا بايت رح تكون مغطاة بطبقة الـ Gorilla Glass 5 اضافة الى ذلك في نسخة الـ 128 جيجا بايت رح تكون مغطاة بطبقة الـ Sapphire Crystal Glass زجاج الياقوت اللي يوفر متانة اكبر الهاتف ايضا يحتوي على معالج Qualcomm 821 سناب دراجون رباعي النوع بالاضافة الى ذلك معالج رسوميات 530 نوع Adorino وهذه اشياء ممتازة اضافة الى ذلك رح يجي مع الاندرويد نوغا ايضا الهاتف يجي مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت DDR4 باختيارين 64 و 128 جيجا بايت بالاضافة الى ذلك امكانية اضافة شريحتين اتصال او اضافة ذاكرة خارجية حتى 256 جيجا بايت بالنسبة لكاميرا الكاميرا الخلفية رح تجي بدقة 16 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F1.8 وتحتوي على Optical Image Stabilization بالاضافة الى تقنية الالترا بيكسل واللي يسأل على تقنية الالترا بيكسل فتقنية الالترا بيكسل من HTC تعني زيادة مساحة البيكسل الواحد على 2 ميكرو متر بدلا من 1.4 ميكرو متر في الهواتف العادية وزيادة مساحة البيكسل يعني امتصاص اكبر للضوء والتقاط صور ذات جودة عالية وتفاصيل دقيقة بحيث انه قدرة البيكسل الواحد على امتصاص الضوء باستخدام تقنية الالترا بيكسل تعادل 3 اضعاف قدرة البيكسلات الموجودة في الهواتف الاخرى اضافة الى ذلك الهاتف رح يحتوي على كاميرا امامية بدقة 16 ميجا بيكسل ورح تكون فيها ميزة التصوير البانورامي الميزة الجميلة اللي يتوفرها HTC ايضا الهاتف رح يحتوي على بطارية جيدة بسعة 3000 ميلي امبير مع تقنية الكويك تشارج 3.0 اضافة الى فينجر برينت سنسر في زر الهوم وسعر الهاتف رح يكون بحدود 700 دولار لكن لحد الان ماكو شي رسمي من الشركة بالنهاية شنو يعني هالشي بصراحة اشوف انه HTC قاعدة تمشي بطريق مجهول يعني قاعدة تغير اسماء وتشيل اسماء وتضيف سلسلة جديدة وتحط تليفون فلاكشب بمعالج السنة الماضية ما حطتها بمعالج 835 سناب دراجون حطتها بكوالكم 821 اللي شفناه على الجوجل بيكسل وهذه اشياء بصراحة ما توقعتها من شركة HTC حتى رئيس الشركة حتصرح انهم رح يقللون عدد الهواتف اللي ينزلوها هذه السنة الى سبعة هواتف في نهاية الفيديو لا تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وايضا اشتركوا بقناتنا على اليوتيوب حتى توصل اخر فيديوهاتنا وطونا لايك اذا اعجبكم الفيديو والتحياتي اخوكم حمد الحدات فيما الله